مباريات الجولة مباريات الجولة مباريات الجولة مباريات الجولة مباريات الجولة وبعدها بيراميدز مواجهة كبيرة ثم امبي بعد كده يواجه المصري وفي الاسبوع الاربعتاشر يواجه نادي الزمالك في كمة الكرة المصرية ثم يواجه البنك الاهلي هيواجه بعد كده حرس الحدود وفي نهاية الدور الاول ونهاية الدوري بالتأكيد هيواجه المقاولون العرب هذا هي او هذه هي مباريات النادي الاهلي في الدوري الممتاز هذا الموسم اما مباريات نادي الزمالك فهي ستكون كالتالي مواجهة اولى كبيرة زي ما قلت لكم مع سموحة بقاعدة كابتن طارق العشري ثم مواجهة ثانية قوية جدا مع سراميل كلبطرة بقاعدة كابتن احمد سامي وبعدها مواجهة قوية جدا مع بيراميدز ثم امبي في الجولة الرابعة الجولة الخامسة يواجه على نادي المصري ثم تضايع الجيش وبعدها البنك الاهلي ثم حرس الحدود في الجولة السامنة في الجولة التساعة يواجه من كل عرب ثم الاسماعيلي ثم اسوان وبعدها الداخلية في الجولة التلاتاشر يواجه الاتحاد وبعدها في الجولة الاربعتاشر يواجه النادي الاهلي وفي الجولة الخمستاشر يواجه غزل المحلة ثم اخر مباراتين مع فيوتشر واخيرا فاركو دي مبارات نادي الزمالك